اشتركوا في القناة توقعات يعني ندمجها مع بعض ونشوف توقعات عامة ايش التأثيرات اللي ممكن خلال الفترة القادمة تأثر علينا بشكل عام على جميع الابراج طبعا القمر اليوم موجود في برجين يعني اليوم رح يتنقل ما بين برج الثور وبعد ساعة منتصف الليل او ساعة الفجر بتوقيت الاردن رح ينتقل لبرج الجوزاء القمر الان موجود في منزلة الهقعة لهي موعد بث الحلقة وها هي زي ما حكينا في حلقة الامس هي سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم او الاورام او الاعمال اللي هي الكتل اللي بتكون الحبوب او البثور اللي بتكون في الجسم او اشياء لها علاقة بالعمليات الجراحية او الاسحار طبعا ومن الافضل عدم البدء باي عمل جديد في هاي المنزلة المنزلة هاي رح تستمر لغاية الساعة تسعة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الاحد بتوقيت الاردن الساعة اتناعش وثمانتاشر دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر لها منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما انو القمر الان موجود في برج الثور وهو موعد بث الحلقة ما زال موجود فيها وفي اخر ساعات لالها فبتظل التأثيرات مسيطرة علينا لغاية ساعات الفجر بعدها بتصير او عند منتصف الليل بتبلش تتغير الاجواء عنا شوي شوي بتأثيرات من برج الجوزة الان بنظل نشعر بالحذر اكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما او قضاء وقت ممتع بالبيت زي ما حكينا احنا الان موعد بث الحلقة ما زلنا في استمرارية خلو المسار اللي بدأ الساعة وحدة وتسع دقائق من بعد الظهر رح يظل مستمر لغاية الساعة 12 و36 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة اللي هي السبت على الاحد طبعا بتوقيت الاردن الساعة 3 و36 دقيقة فجرا بنتهي خلو المسار وبينتقل القمر لبرج الجوزة بما انه فترة خلو المسار فهذا بيعني على جميع الابراج انهم يحذروا لان هاي الفترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل بداية خلو المسار الساعة 12 و36 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني 33 و36 دقيقة بتوقيت الاردن القمر بيصير في برج الجوزة هذا بيعني انه الفترة راح تصير نشطة او ننشط كثير في الفترة هاي باتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتد بيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدور دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل ما بعد الانتقال للقمر لبرج الجوزة هي ثلاث زوايا والثلاث زوايا ايجابية الزاوية الاولى هي زاوية التثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس هاي راح تكون الساعة سبعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت الاردن منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة بعد الظهر يعني الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة عصرا بتساعدنا في تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية طبعا تأثير الزوايا من ساعات الصباح بيأثر على الجميع الزاوية الاولى هي من منتصف الليل بتبلش تأثيراتها لغاية المساء الزاوية الثالثة هي زاوية التثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة ويعني وثمانية وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتشي عن الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر وبيزيد هاي الزاوية بتزيد من شجاعتنا وحماستنا هو الوقت مناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة بما ان القمر راح يكون موجود بالجوزاء معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم الثلاثة ثمانية وعشرين تسعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وثمانة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة سبعة وثمانة عشر دقيقة صباحا بيستمر حتى تمام الساعة وحدة وأربعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني أربعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت الأردن لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عشرين يوم في تمام الساعة ستة وستة واربعين دقيقة بعد العصر بصير واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء زي ما حكينا ورح يمكث في الجوزاء لغاية يوم ثمانية وعشرين تسعة سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبع وعشرين تسعة طبعا بلشت الحركة البطيئة لا له تأثيرات التراجع يعني تظهر على الساحة ولكنه روم انه تأثيراته السلبية ظاهرة الا انه اليوم برضو سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم سبعة عشرة منتحس بنسبة خمسة عش في المية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الاجواء بتحمل فرص مالية من الان لغاية ساعات الفجر زي ما حكينا ممكن تكون هاي الفرص مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم بتعالج استحقاق مالي اليوم او ممكن تهتم ببعض الامور المالية زي ما حكينا لساعات الفجر وبتعطي زيادة بالمصاريف وصرف الاموال يعني بكون متطلبات مالية عليك بشكل كبير طبعا في ساعات الفجر بتختلف الامور لانه القمر رح ينتقل للبيت الثالث فبتنشطوا في امور العلاقة بالدراسة والاتصالات بصير يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة برضو بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر اهم شي انك تكون عنصر ايجابي وما تسبب النفور للاشخاص اللي بتعاملوا معك بدك تتفهم الاخرين وتحاول انك تبقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية حاول انك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم وبدك تدير بالك بس من السرعة ومن سوء التفاهم طبعا بالنسبة لتأثيرات الكواكب عليك علاقاتك اليوم وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط بالنسبة للزهرة لانها منتحسة في البيت الثامن ممكن تبالغ في ملذاتك الحسية وهذا الاشي ممكن يعرضك للوشاية او غيرة خصومك منك اما بالنسبة للشمس وعطارد والمريخ اللي الثلاث سعيدات يعني موجوداته بشكل زوايا جميلة جدا اليوم فهي يعني الشمس بتعطيك رغبة بالقيام بدور اجتماعي مهم ممكن يتحقق من خلاله استقرار والممكن يصير فيه نوع من انواع التناغم الجيد ما بينك وبين شركائك او ما بينك وبين الزوج او الزوجة او تكون فترة مصالحة هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية خصوصا مع الشركة عطارد بتكون علاقاتك الزوجية ممتعة برضو بتدعمك بشكل جيد من عطف مودة فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات اللي تكون الامور لصالحك اما بالنسبة للمريخ شوي بتخلي رغم انه سعيد ولكن افكارك ومشاريعك شوي بدها نوع من انواع التدقيق رغم انها ممكن تلاقي استحسان من طرف الشركاء وتدعمك بشكل جيد برج الثور طبعا ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي من الان لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون هاي الفرصة مفاجئة بالنسبة للك وممكن تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشطوا بالاتصالات وزيارات وبتهتموا للترويج لخطة او للقيام بزيارة ممكن تعالج مسائل ادارية وتمويلية بتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية والمؤسسات الحكومية بالنسبة للقمر طبعا بعطيك سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال والارباح بالنسبة للزهرة طبعا لانها موجودة يعني في بيتك السابع بيت الشراكة وهي منتحسة فهاي بتخليك شوي انك تحب المديح اكثر الاطراء اكثر وممكن ما تكون مخلص في عواطفك يعني فيه نوع من انواع البرود عندك او التشتت في امور العواطف بالنسبة للشمس وعطارد والمريخ فطبعا موجودة في البيت السادس فهي بتركز على الامور اللي لها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة فبيزيد حبك للعمل وبتبذل جهود تكافأ عليها ممكن تحتاج لتجديد محيطك هاي الفترة برضو مناسبة لاجراء تغيير على المستوى المهني بالنسبة للشمس هيك تأثيراتها بالنسبة لعطارد بتخلي عملك يكون ممتع اكثر وبتزيد من حيويتك وبتحسن من وضعك الصحي اما بالنسبة للمريخ فبتعطيك جراءة اكثر وبتدفعك بمبادرات مهمة بتستفيد منها وبتتمتع بحيوية ونشاط عالي جدا ولكن بدك تنتبه من محاولة فرض السيطرة على زملائك او بعض الخلافات والنقاشات مع زملائك في العمل وما تنسى تنتبه على مناطق اسفل الظهر من الاصابات بالفترة هاي او شد العضل او الامور اللي الها علاقة بالتشنجات العضلية والعصبية برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لانه ما زالت الاجواء ضاغطة بسبب وجود القمر في بيت المتاعب وحاولوا انكم يعني تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم في ساعات الفجر طبعا بتتغير الاجواء لانه القمر بصير عندكم فبتصبح ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر راح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية بدعوك الجولة بذل جهد من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم تعتبر هاي الفترة فترة من اجمل ايام الشهر واكثرها دعم اليك حاول انك تاخذ المبادرة وتكون شجاع القمر زي ما حكينا ممتاز وبيدعمك فممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي واشي مأرقك ممكن يترتاح منه بالفترة هاي بالنسبة للزهرة لانها منتحسة فهاي بتعطيك شوي رغم تظاهرك بالمحبة فشوي موتك بتنقصها الحرارة شوي هيك فيه اشي شاغل فكرك اما بالنسبة للبيت الخامس عندك فانت اليوم مدعوم بطاقة حدود رهيبة جدا وعالية جدا الشمس عطارد المريخ ثلاث سعيدات وبشكل زوايا تثليث قوي جدا فالشمس بتمنحك تقدير الجنس الاخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك او ارباح عن طريق المعاملات العقارية وهي فترة مناسبة لا امور الها علاقة بالتسلية والترويه عن النفس اما بالنسبة لعطارد فها عطارد بتخلي لقاءاتك ممتعة وبيكون لها اثر طيب على حياتك العاطفية وبتقضي اوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري او ادبي اما بالنسبة للمريخ برضو اللي موجود في البيت الخامس وسعيد فبيزيد حبك للحياة وبيزيد عزمك ولكن بدك تحاول تسيطر على حالك اللي ما تندفع كثير في ملاذاتك برج السرطان طبعا الاجواء رح تتقلب اليوم تسعدوا من لقاء الاصدقاء الان لغاية ساعات الفجر وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته ولكن من ساعات الفجر بيتطلب منكم عدم الببالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم لا تراهن على الحضود ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان اهمش انك ما تجازف بصحتك او بعلاقاتك او افكارك لانه شوي افكارك مشوشة والظروف مخيبة رغم انه مش هالنحوس الكثير لانه القمر سعيد بدرجة عالي جدا فممكن تحظى اليوم بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما الها اي اساس الزهرة اللي موجودة في البيت الخامس هي اللي شوي بتخلي عواطفك وجاذبيتك مفرطة فممكن تفعل اي شيء لاجل المتعة اما بالنسبة طبعا للشمس وعطارد والمريخ فهم قويات جدا اليوم وبما انهم في بيتك الرابع معناته على المستوى العائلي الاجواء رح تكون ممتازة جدا الشمس بتعمل سعادة على المستوى العائلي وعلاقاتك العائلية بتكون جيدة الحالة المادية بتكون برضو ممتازة ممكن تحصل على بعض المكاسب او دعم من احد افراد العائلة او تحل مسألة مالية هاي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية او تحقيق نجاح شخصي اما بالنسبة لعطارد فممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك او يصير في مناسبة ممتازة وهاي فترة مناسبة لتغيير محل الاقامة او القيام بمشاريع متعلقة بالمنزل او العائلة اما بالنسبة للمريخ فبيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلة اليوم اليك حضور اليك مكان عالي جدا وهذا الاشي بعزز امكانياتك او تواجدك بين افراد العائلة برج الاسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل عليه بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين مع ساعات الفجر بتتغير الاجواء طبعا اليوم رح تسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او بطلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات اهمش انك اليوم تكرر المحاولة او المحاولات اللي كان صعب انك تأديها بالايام الماضية اذا اردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام الجمعية او مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك علاقات الصداقة عندك بتكون جيدة وبيسودها تقدير والثقة المتبادل اللي بدك تحذر منه اللي هي الزهرة ممكن تخليك شوي متقلب الاطوار وغير مستقر وما بتحسن اختيار شركائك وخصوصا برضو بتضغط على المسائل العائلية فممكن تعملك خلاف نقاش تحتد في بعض المسائل او تلاقي انه ما في تناغم او ما في انسجام كامل ما بينك وبين افراد العائلة وهذا الاشي مرهق اما بالنسبة للشمس وعطارد والمريخ فهم دعمين بقوة الثلاثة هدول رغم انه عطارد بدأ بتأثيراته السلبية الا انه سعيد فبعطي داعم قوي بالنسبة للك الشمس بتلعب يعني بشيء له علاقة بالعائلة برضو بتدعمك بشكل جيد وخصوصا بعلاقاتك مع الاخوة مع الجيران ممكن تتحسن وضعيتك تحصد ارباح عن طريق الاسفار او التأليف او الاتصالات او التواصل بتزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري بشكل عالي جدا وبتحظى بشعبية وتقدير الاخرين اما بالنسبة لعطارد برضو بيدعمك على مسائل التناقلات والاسفار فهاي فترة مهمة للقيام باسفار او الدراسة او العمل او الامتحانات او الدراسة الابتدائية المشاركة في لقاءات او ندوات فكرية طبعا هو داعم الان ولكن ابتداء من الايام القادمة بيبدأ عملية التراجع فما تعتمد على الحضوض في هاي الامور اللي ذكرناها اما بالنسبة للمريخ اللي موجود في البيت الثالث وسعيد فبيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح في الدراسة والمباريات والتحديات بتدعمك بشكل جيد انك بتخوض غمار اي شيء وبتنجح فيه برج العذراء طبعا الاجواء ما زالت مشجعة على امور الاتصالات البعيدة والتواصل مع اجانب ما ممكن اليوم يصلكوا خبر من بعيد وبتنجحوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن من ساعات الفجر او فجر هذا اليوم بيصبح الوقت مناسب للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تعديل عليه بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يكون فيه قلق حول احد افراد العائلة ممكن تواجه مسئولية او عبء مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون فيه نوع من انواعه الصعوبة رغم انه الغمر سعيد فممكن تحظى بالشعبية وتكون لك وتكون لأعمالك يعني اعمالك تكون سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي الخوف هو من الامور اللي لها علاقة بالزهرة فهاي بتعملك نوع من انواع تقلب وتبدل في عواطفك وبتجعلك تتلاعب بقلوب الاشخاص اللي بيحبوك اما بالنسبة للشمس وعطارد والمريخ فبما انهم في البيت الثاني فهاي داعمي للك على المستوى المالي الشمس بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وبتحصد على ترقيه او على وضعية ممتازة جدا بمساعدة اشخاص دون نفوذ وهذا بزيد من ميلك للتبذير بدك تنتبه لهذه النقطة اما بالنسبة لعطارد فممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك وتحصل على ارباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية اما بالنسبة للمريخ فهاي الفترة بيكون في نوع من انواع انها تتحسن او تحسن وضعك المالي ولكن المريخ بيجيب لك بعض المصاريف ودفع الاموال اللي شوي ممكن تكون مربكة فبدك تنتبه على اموالك من زيادة المصاريف برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي له صلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية في ساعات الفجر بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير ممتازة وبترتفع بشكل كبير وبتعود للامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر او تجاوب بعض الاشخاص معاك بيحمل سفر محتمل لمعض موليد برج الميزان اما بالنسبة للقمر بما انه سعيد ودعمك على مستوى الامور السفر فبتزيد من احلام السفر عندك اكثر لانه القمر سعيد جدا وبرضو بتميل للقيام بمشاريع كبيرة اللي بدك تنتبه منه اللي هو الزهرة اللي موجود في البيت الثاني فهاي منتحسة رغباتك بتكون شريهة وهاي ممكن تدفعك لطرق مشبوهة وبرضو بتزيد من نسبة المصاريف عندك او رغبتك للمشتريات والتسوق بشكل عالي فبدك تنتبه من هاي النقطة اما بالنسبة للشمس الموجودة في البيت الاول طبعا داعم لقلك وعطارد نفس الشيء والمريخ نفس الشيء فبتزيد الشمس من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متقلقة ومتفائلة وعفوية وطموحة طبيعة بتكون ممتازة جدا ولكن شوي النقطة الضعف او الخلل اللي بتكون عندك انك شوي بتزيد اللي هي رغبتك بالتسلط صحيح انه بتزيد حاجتك لنيل وتقدير الاخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط عطارد اللي في البيت الاول برضو سعيد بتتمكن من انجاز بعض اعمالك المهنية وبتجد سهولة في متابعة دراستك اما بالنسبة للمريخ فهاي بتزيد من ثقتك بالنفس اكثر بتعطيك شجاعة اكثر وحيوية وهذا الاشي بيساعدك في تحقيق اهدافك الشخصية برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثامن فبتتغير الاوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك بالفترة هاي او نوع من التأمينات او الادخار اهم اشي انك انت تبادر في هذا الامر برضو في نقطة ثانية اليوم تقدر تقدم بعض التنازلات وتتراجع عن خطوات وقرارات تسببت لك نوع من انواع الازعاج والعدوات القمر في البيت الثامن طبعا سعيد فهذا بيزيد من اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية والاساطير اما بالنسبة للزهرة اللي موجودة عندك في البيت الاول وهي منتحسة فبتخليك طائش ورغباتك شرها وممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك بدك تنتبه من هاي النقطة وخصوصا اللي علاقاتهم العاطفية ضعيفة او اللي بيكون في بعض المشاكل او عدم الانسجام بينهم وبين احبائهم بدهم ينتبهوا من هاي النقطة الشمس طبعا بتزيد من ميلك للامور الروحانية مثلها مثل القمر لانها سعيدة وبتعطيك جراءة شوي للتضحية او الاثار العاطفية للزيادة بتحب تقدم وتساعد عطارد برضو سعيدة بتجد حلول التخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك اما بالنسبة للمريخ فبتميل الاندفاع بسرعة هائلة جدا بالفترة هاي وبتعطيك طاقة عالية جدا حتى انت ممكن تتفاجأ من حالك برج القوس رغم تراكم العمل انتم قادرون على انجاز حصة الاسد اليوم حاولوا انك تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة حتى ساعات الفجر لانه من ساعات الفجر القمر رح يصير مقابلك تماما صحيح انه ما في خوف في بعض المسائل ولكنه لازم نحذر من بعض النقاط اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ووسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحاذر من الانفعالات اليوم بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها بسبب عصبيتك الجو متوتر ممكن تظهر مشاكل طارئة بدك تكون صبور وما تتذمر يعني ما بدي اقول لك الفترة خالية من الحظ لانه القمر سعيد فهذا الشيء بيدعمك وبيخلي في نوع من انواع الانسجام في بعض المسائل وبيدعمك على مستوى الامور اللي 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 لها علاقة بالعلاقات الزوجية والعائلية او علاقاتك مع الشركاء فبعطيك دعم قوية ولكن المشكلة في الزهرة اللي ممكن تعرض لك او تعرضك لبعض المشاكل بسبب الغيرة او اشيه له علاقة بدناش نقول فضيحة يعني يعني بنكشف موضوع معين او ممكن حد يتآمر عليك من وراء الكواليس يتسبب لك فسخ علاقة ما بينك وبين احد الاشخاص صحيح انه الشمس والقمر يعني وعطارد المريخ هذولا سعيدات موجودات بقوة بتدعمك الا انه برضو بدك تنتبه انه مكان وجود القمر ضاغط عليك شوي مش بشكل كبير الشمس ببيتك الحادي عشر بتتمكن من تحقيق مشروع او امنية بمساعدة اشخاص دون وفوذ وعلاقاتك بتكون جيدة مع الاصدقاء عطارد ممكن تتعرف على اصدقاء جدد او تتلقى اخبار سارة عن اصدقاء بقيمه في مكان بعيد او تقوم بمشاريع او لقاءات فكرية مع بعض الاصدقاء المريخ هو اللي شوي بدك تنتبه منه لانه بزيد تأثيرك على اصدقاءك وهذا الشيء ممكن يخليك تحاول تفرض سلطتك او تتحكم فيهم وهذا الشيء بسبب مشاكل برج الجديد بترغبوا اليوم في التقرب من احبائكم يعني الان في فترة تبث الحلقة وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر ورغم تراكم العمل انتوا قادرون على انجاز حصة الاسد منه حاولوا انك تنظموا جد والغذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والامور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والارباح راقب وضعك الصحي صحيح انه ما في قلق ولكن ممكن تهتم بامورك الصحية والامور المهنية طبعا بتتمتع بصحة جيدة لان القمر سعيد عندك حيوية وممكن تجد سهولة في تطبيق اعمالك الروتينية والمنزلية بسبب دعم القمر لايلك الزهرة الشوي هي اللي بتخليك انه الشوي بدك تنتبه وتكون حذر من اشخاص ممكن يدعوا صداقتك ويحاولوا خداعك بالفترة هاي اما بالنسبة للشمس فممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة اشخاص دون نفوذ وممكن تحصل على ترقية او منصب او سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الاخرين عطارد ممكن تسمع خبر جيد او جديد بخصوص وضعيتك المادية او دعم مادي وهي فترة مناسبة للتواصل مع اشخاص دون نفوذ اما بالنسبة للمريخ بتتمكن من تحقيق بعض الاهداف المهمة بالفترة هاي ولكن بدك تنتبه على سمعتك برج الدلو طبعا القمر الان موجود في البيت الرابع فبدو ينتقل للبيت الخامس معناته الاجواء بلشت شوي يعني تحس انه بلشت تتغير ولكن مع ساعات الفجر بتتغير اكثر الان ممكن تدخل اي تعديل مطلوب على مسكنك وتعزيز الروابط العائلية مع ساعات الفجر بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا وبتجد حليفي بيدعم تصوراتك اهم ايش انك ما تستسلم وحاول انك تكرر المحاولة بترغب باستكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر والمشاركة في رحلات عمل الجو رومانسي وناجح ممكن يكون في بعض القلق على احد الاحبة طبعا القمر بما انه رح يكون في البيت الخامس فهاي فترة حظ بتقوى من خلالها علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة ممتازة من البهجة اما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في البيت العاشر فهاي شوي بتخليك اناني في علاقاتك وهذا الشيء ممكن يعرضك لخيبات امل ممكن يضرر نفودك او سلطتك او تتعرض لانتقادات في محيطك اما بالنسبة لباقي الكواكب اللي هي عندك الشمس واعتارد والمريخ اللي بيدعموك وكلهم في البيت التاسع فهاي الامور يعني الشمس بتزيد من ذكائك وطموحك وبتكون كريم متسامح وتفاؤلك عالي وهي فترة مناسبة للسفر او اخذ عطله اما بالنسبة لعطارد فهاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات او التعامل مع الغرباء والاجانب اما بالنسبة للمريخ فهاي الفترة بتميل لا تتبع اندفاعاتك وبتتخذ قرارات مفاجئة او بتقوم بخطوات مهمة وممكن تقرر على سفر من دون سابق انذار وبتدعمك بشكل جيد مع الاجانب واشخاص خارج البلاد وعلى الامور القضائية والقانونية وامور الها علاقة بالامتحانات الجامعية برج الحوت بما ان القمر ما زال في البيت الثالث فبتنشط في امور الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات من الان لغاية ساعات الفجر وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر في ساعات الفجر طبعا القمر رح ينتقل للبيت الرابع فاليوم بصير بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية اهم شي انك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك واداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته وقدم المساعدة يعني للاشخاص اللي بيحتاجوها الاجمالي انه بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة الاجواء العائلية ممتازة جدا بتدعمك الزهرة هي الوحيدة اللي ممكن شوي لانها في البيت التاسع فممكن تخليك او تخلي البعض من موليد برج الحود يدخلوا في مغامرة عاطفية بتلحقهم منها اضرار خصوصا مع شخص غريب او شخص من خارج البلاد او اشخاص اجانب وهاي الفترة برضو بتعمل نوع من انواع الصعوبة وبتحول دون تحقيق مشاريعك بالضبط اللي لها علاقة بالبيت التاسع اللي بيشتغلوا بالاستراد والتصدير امور اللي لها علاقة بامور الامتحانات العلاقات الجامعية العلاقات العاطفية العابرة هاي كلها بتكون تنتبهوا منها بالنسبة للشمس وعطارد والمريخ طبعا لانهم سعيدات الثلاثة فهدولا بيدعموك على المستوى المالي الشمس بتزيد من ارباحك عن طريق شراكة او زواج او تركة وكمان هاي بتزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية والامور اللي لها علاقة بالعبادات اما بالنسبة لعطارد بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات المالية اما بالنسبة للمريخ بتميل لقبول التحديات من اجل اثبات قدراتك وممكن تخليك تصمم على اشياء يعني هي صعبة او ممكن تكون مستحيل انك انت تعملها بالوقت العادي ولكن الان انت بتقدر تعملها وبكل سهولة وبتتحدى وبتنجح كمان طبعا بحب اشكر كل الاشخاص اللي كملوا معي التوقعات واللي دعمونا بالايام الماضية واللي رح يدعمونا في الايام الجاية برضو اللي طبعا الاشخاص الاعضاء اللي انتسبوا للقناة طبعا في اشخاص بتسألني ليش ما طلعتش عنا كلمة جوينت او كلمة انتساب في ناس بقولوا على الكمبيوتر بتبين في ناس بقولك لا على التليفون بتبين طبعا هي بتبين على التليفون وعلى الكمبيوتر ولكن اليوتيوب نفسه ممكن يكون لسه ما وصلها لكل العالم او لكل المشتركين ولكن اللي يعني بعض الاشخاص اللي اشتركوهم من دول مختلفة فكل ما بتوصل نعرف فيها وصلت لأي دول طبعا شكرا للانتسبوا لحد الان وشكرا لللي بيدعموا بلايك وكومنت وشير وبيدعموا بالخفاء والاشخاص اللي بيتبرعوا وبساهموا وبساعدوا في القناة او فيه شخصيا يعني فشكرا لكم جميعا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة